غالباً ستكون عيشتها في هذه الانتقاس مع مجموعة صحابك أو مجموعة الأفراد العائلة كالسين تتظروا، ناشطين، تتناقشوا واحد الموضوع وكتلاحظاً لأن الهضرة لك أنت لا يوجد شيء واحد ما يتسوق ليش أو واحد ما يعطيه واحد الاهتمام في حين كان واحد شخص آخر ولا واحد شخص آخر جاء على برة ودخل لهذه المجموعة وكل شيء يسمع ليه وكل شيء يعطيه الاهتمام دياله وكل شيء يمسوق لأي ما يقول فهنا ما هو السبب اللي يخلل هذه الناس أنهم يهتموا بذلك شيء يقول هذا الشخص وما يهتموش بالهضرة ديالك نورمال مو كين مجموعة هذه الأسباب ولكن يجينا الخصوة في كلمة واحدة فقد تكون وأنه أنت ما عندكش مهارات للتواصل الاجتماعي وغالباً السبب الجدري اللي يخلل على أنه يكون عندك هذه المشكيل كيكون في الماضي ديالك يعني غالباً سيكون في الصور ديالك فاشكنت بغير مثلاً تهضر العائلة والمحيط ديالك والأصحاب كانوا يقمعوك وكانوا يخليوك لأنك تسكت ما يخليوك لأنك تهضر ما يخليوك لأنك تعبر على رأسك لو كنت دي ما تقول باللي ما خاصتني نهضر فهذاك ما خاصتني نهضر يعني ما كنتيش كتعبر على رأسك وبالتالي ما حدك ما كتديرش هذه الساكسون فأنت ما غاديش تنمي هذه المهارات وهذا الشي اللي كنقول راه ماشي من فراغ وإنما تجربة شخصية ديالي يعني أنا في 2018 ولا في 2019 ركنت واحد الشخص اللي حشومي بزاف ما كنتش كنقدر نهضر ولا نحاول ما أمكان أنا ينعبر على رأسك كنطلقها ماشي واحد أول مرة ولا نهضر قدام مئة ولا مئتين واحد ولا غير لفات ديال أنا يندير هذا الفيديو نهضر فيها فبنسبة لي أنا ركنت شي حاجة اللي غريبة شي حاجة اللي عجيبة اللي مستحيل أنني ينديرها ومن اللي جيت كنقلب على الأسباب ديال هات المشكيل فلقيت بليدك شي مجدر من الصغور ديالي سواء في وصل عائلة أم في القراية ديالي ولكن ما جلس شوارب عشي ديالي وإنما غنيت وخديت ديزاكسو يعني يعني من 2016 لدابا ركن واحد تغيير كبير كيف كنتش حال هذه وكيف أنا اليوم والناس اللي كانوا متبعينيش حال هذا رغي يعرفوا هذا شيء بطيت مجموعة ديزاكسو وهذا شيء يومي يعني يعني ماشي وقت مارش قاتلي وإنما خدمت على أن هذا المشكلة هذا ما خصوش يبقى عندي وبالنسبة لي أي واحد بغي يحل هذه المشكلة خاصوه يأطاكي ثلاثة ديال الحاجات أول حاجة هي أنه يتخلص من الحشمة ومعظم الناس ركالقوهم بلي واحد ناس اللي حشومين فاش كنقول حشومين فهنا ما كندويش على الحياة وإنما كندوي على الخجل يعني الواحد كتلقع خجول كتلقى معاشي واحد أول مرة كلمة واحدة ما كتبغيش تخرج لي وكيلاحد على أنه ما كيكونش مرتاح وهو كيهضر مع الشخص الآخر الثاني حاجة هي الثيقة في النفس يعني الواحد يخص يكون واتق في راسه ما يكونش كيقول بلي ممكن نديرها ممكن ما نديره وهذه الثيقة في النفس رحتها هي كتتخدم وزارتها في مجموعة هذه الفيديوهات عادة باش ممورها هاد شي كامل كندوزه للمستوى رقم ثلاثة واللي فيه الواحد كيحاول يقلب على أنه يطور المهارات الاجتماعية دياله ضو كيحاول ما أمكان أنه يتعلم يتعلم كيف يهضر يتعلم كيف يلعب الصوت دياله وما يمتشي كامل داخل في البابليك سبيكين ضو كده الواحد ما كانش حشومي وتخلص من الحشمة وكان واتق في راسه وتعلم المهارات ديال البابليك سبيكين وكيفاشي انفليونسي في الناس ويؤثر فيهم يعرف كيفاشي وصل المساج دياله بوحد طريقة اللي يزوينا فأكيد غدي نجح في الامتحان ديال المهارات الاجتماعية ولجيت دابع نعطيه واحد المجموعة دياليز اكسسون كيفاش هننظر عليها هي الواحد يتقبل باللي رأى عنده هذ المشكل معظم الناس فاش كيشوف راسه حشومي كي بدي يقول في الداخل دياله لا ما خصيش نكون حشومي لا اسي نورمال هذي كتبه هي الطبيعة ديالك هذو كل ايزاكسون اللي كنتي كتدير ما كنتيش كتدير مع ديزاكس دي الناس خلات على انك تكون حشومي فهذا الشيخص كتكون متصالح مع راسك فيه كد يقول بلي اه عندي هذ المشكل ولكن مش غايبت معي ديما لا الحمد لله انه الى اختيت بجموعة دياليزاكسون وخدمت عليهم واحد المدة اللي طويلة فانا غادي نتخلص من هذ المشكل يعني بشي غير نقول بلي انا حشومي ونحبس لا انا حشومي ولكن غادي ناخد بجموعة دياليزاكسون اللي غايعاونوا لي باش تخلص من هذ المشكل ثاني حاجة وهذا واحد الاجرسيس اللي كان قتارح على اي واحد عنده المشكل ديل انه هو ما كيكونش متصالح مع راسه واللي هو انه يدير فيديوهات يعني يدير فيديوهات يصور راسه وهو تيهضر باش يشوف راسه هو كيفاش دير راك اللي غير كي يسجل اوديو وكي يسمع راسه يقول بلي ادي الاوديو هدي جانب شكال واش انا كنهضر بحالك هاد غير اوديو اما لو صورت بزاف ديالفيديوهات فانت غايت تعرف راسك غير مو حقيقة كيفاش دير هنت عدنا واحد المشكل ديال حنا كيفاش كنت خيلوا راسنا ديرين وكيفاش احنا في الحقيقة والمواضب على هاد اكزيرسيس اللي قلت رعا المهم والاستمرارية فيه غدي تخليك لانك تقولي عارف راسك اكزاكتا مو كيفاش دير اما بالنسبة للمشكل ديالتقه في النفس فلاكسيون اللي كان يعطيه هي انك تجرب حووي جداد كل سمانه دير شي حاجة جديدة اذا كنت تمشي مثلا الواحد القهوة ثلاثة مرة في السمانه حاول ممكن انك تبدل ديالتقهوة في شي قهوة جديدة اذا كنت مثلا مع ممارك ما تريني شي في الاصال دخل واحد شهر لو واحد سمانه تريني مثلا في شي صال قريبة لك اذا كنت ديما كتطلقه مع واحد صاحبك حاول ما امكان انك تطلقه مع واحد الشخص اللي جديد المهم هو ديما خاص يكون جديد في الحياة ديالك وملي كيكون هاد الجديد كيخليك لانك تخرج من منطقة الراحة ديالك وفاش كتقدر لانك تدير هادوك الحاجات العقل ديالك كيتيق فيك كتر وهنا في انتقاف نفسك الدزال اما بالنسبة للمهارات ديال تحددت وكيفاش تدير انتباه ديالناس ويسمعوا الهضرة ديالك فهذا فيهم واحد لا ليستلي طويلة وانقدر منساليش ما لك انتشي حاجة اللي بريك تعلمها بالمورة هاد شي اللي قدرت عليه قبل هو تعلم مهارة ستوري تيلن يعني تعلم مهارة كيفاش تعاود واحد القصة ولا اي حاجة كتبغي تعطيها الاخر رجعها لي على شكل واحد القصة يعني ماشي تعطيها لي غير هكاك حانت القصة كتوشي بزاف الاسموسيون كتوشي بزاف الاحاسيز للشخص الاخر الشي اللي يخلي على انه يبغي يتبع معك ويبغي يسمع ذلك لكن الموضوع عراه طويل بزاف لزاكسون ما تتسالوش ولكن حاولت ما امكان نعطي البيزيكس حاولت ما امكان نعطي شنه هم الاساسيات اللي الواحد يقدر يبدا فيهم وكالشيلي كان في الفيديو ديال اليوم نتمنى انك تكون ستفتي منه ترى لي فرسك نشافه ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة